ضمن الفعاليات المخلدة لذكرى الخمسين لتأسيس منظمة استثمار نهل السنغال اطلع وزير البترول والطاقة والمعادن على مدى تقدم الأشغال لبدال المنظمة بنواكشوت التظاهرة تميزت بكلمة لوزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام المحمد صالح نوها فيها بالإنجازات التي تحققت لصالح شعوب الدول العضاء ودور المنظمة في تنمية البلدان وتطويرها مشيدا بدور الآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا التعاون المذمر الذي يعد إمداد العاصمة الواكشوت بالكهرباء والماء الصالح للشرب واستصلاح العديد من الأراضي الزراعية من أهم تجلياته المفوض السامي لمنظمة استثمار نهل السنغال سيد حميد ديان ساميقا استعرض حصيلة إنجازات المنظمة خلال نصف قرن على إنشائها والآفاق المستقبلية لعملها رئيس مجلس وزراء المنظمة سيد سيرين باتشام تحدث عن العكاسات الإيجابية لتدخل المنظمة على ألف الأسر في المنطقة سبيلا إلى الرفع من مستواها المعيشي حضور بلادنا في هذه المنظمة تعكيسه رمزية إقامة هذا المقر الجديد بنواكشوت والمشاركة في مختلف الهيئة التنفيذية بها